السلام عليكم بخباركم حلوين اعمليني يا ربي دايما نكونوا بخير هبدأ بسم الله والسلام على رسول الله النهاردة هنعمل مع بعض ازاي احنا فصص الرمان بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة وبسرعة الصاروخ وبدون ما يلمس ايدين لكل اللي بيحبوا الرمان ما بعرفوش يفصصوه يتابعوني الاخر فيديو وقولك ازاي تخزيني من سنة لسنة بدون ما يتغير طعمه ويلا نبدأ نقول بسم الله ونشوف الوصف انا عندي هنا فولا وعندي هنا كمية من رمان اي كمية انت تستخدميها عندي الكيلو هتستخدميه وتفصصيه بالشكل ده هتغسليه كويس هتغسلي الحبات الرمان تغسليها كويس وتنشفيها وبعد كده بتجيب الرمانة وتجيب السكينة وتقطاع الجزء اللي فوق ده زي ما انت كده شايفه داير ميدور بالسكينة وبعد ما فصلت كده لها جزء العلوي كده بالسكينة كده هشيله كده بيداية من راحة والحبات الرمانة اللي فوق دي برضو هشيلها يعني احضطها معا وبعد كده هجيب الرمانة كده وعند شايفين اللي اجزاء البيضة دي هجيب السكينة وهقسم كل جزء كده ما بين الخط اللي بيض من فوق لتحت كده هزون كده الفيديو واضح بصوا كده هذي الخط اللي بيض هو اللي في الرمانة بجيب السكينة كده وقسم ما بينه ابتدى الف الرمانة كده بيداية واليدي التانية كل ما تاب الجزء ابيض بقسم كده بالسكينة كده كده تمام دلوقتي هبدأ افتح الرمانة كده بيداية اللي اجزاء اللي انا هسمتها بالسكينة كده بيداية بالراحة خالص بدون مفصلها عن الرمانة اهو كده خلاص انا فتحت الرمانة كده وخدت شكل الوردة والشكل هو بعد ما فتحتها كده وبيداية دلوقتي هجيب اللي بولة وهقلب الرمانة كده اه على بيداية كده على ضهرها وبعد كده هجيب اي حاجة يلي عندي سواء مداء بتاع بوفتك او اه بضهر السكينة انا هستخدم المداء وهستخدم ضهر السكينة لازم تكون حاجة يلي شوية او يد الهون وهبتدي بها اخبط كدهوات بالشاكوش على الرمانة كده لحد ما تنزل حبات الرمانة كلها في البولة او زي ما انت كده شايفين همسكها كده هسندها بيداية واليدي التانية اه هدقها كده يعني خبط كده بالمداء اللي شغال به وهنا استخدمت ضهر السكينة وهاخبط كده على كل بوز من الرمانة في حيث تنزل كل حبات الرمانة ما خدتش وقت مني وهعمل كده في جميع الرمان اللي عندي بعد ما فضيت كلها الرمان بص ما خدتش وقت معي بسواني معدودة الحبات الرمان كلها نزلت هدي شكلهو وبعد كده هشيل اللي شرلا بيض ده اللي نزل من الرمان اشيله كده واشيل لو فيه حبات رمان اللزق فيه اشيلها كده وحطها في الرمان في البولة كده شايفين بصوا الرمانة بص مخدتش وقت بعد مفصص الرمانة دلواتي هنروح نجي لمرحلة التفريز بحط لكل رمانة معلقة كبيرة من السكر زي ما انت كده شايفين يعني الكمية اللي انت عندك يعني مسلا لو عندك اربع حبات رمان هتضيف عليهم اربع معلقة كبيرة من السكر السكر بيحافظ على طعمه بيه احتفظ به من سنة لسنة ومش هيجراله حاجة تستخدمه تطلع كيس زي ما انت عايزة سواء برطمان هتحطيه برطمان تحطيه في كيس على حسب آآ رغبتك دلوقتي انا هعطه في كيس هجيب الكوباية ديت او اي مج عندك مج شاي وتحطي فيها الكيس بالشكل ده عشان يسهل عليك آآ التعبئة تعبئة الرمان في الكيس وبدون ما يخرج منه آآ اي حاجة انا بعمل الحركة دي على طول وبحط الرمان في الكيس بالشكل ده يعني حط في الكيس يعني حوالي مسلا ست معالج كبيرة من الرمان على حسب الكيس اللي عندك سواء صغير كبير على حسب ما يشيل وبعد كده هابتد اشيل كده الكيس وهفرغ اي هوا موجود في الكيس دي آآ خطوة مهمة جدا انك انت تتفرغي الهوا بالشكل ده زي ما انت شايفة كده بصو كده ابتدى يفرغ اي حاجة وبعد كده بروح ايه اقفله وبعد كده بروح ايه افرده كده يعني حط كل كل كمية رمان في الكيس او برطمان ازاز برطمان بلاستيك على حسب اللي عندك وهدي شكله الرمان وهي حاخزينه كده من سنه لسنه مش هيجراله حاجة ويتطلع منه زي ما انت عايزه وبكده خلصت وصفتنا لو عجبتكم ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعي الزر جرس واختيار كل اللي كي يصلكم كل ما هو جديد في قناتي وانتظروني في وصفة جديدة وفكرة جديدة من يوميات بصمة صفرة في الغربة والسلام عليكم